حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمرة وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأاه فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار واحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصليه فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواظب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعود راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساجد بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيبا وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ومحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحاج زهران تاجر أقمشة صالح وتقي تعيش أسرته في رغد من العيش وصحة وسعادة أثناء صلاته الفجر بالمسجد توفي وهو ساجد وشاهد المصلون نورا يشع من وجهه مع ابتسامة رضا أدهشت الجميع وحزن لوفاته كل من يعرفه لطيبة قلبه وأخلاقه الكريمة وبعد أيام من وفاته ذهب أولاده لإدارة محل الأقمشة مكان والدهم ولفت نظرهم أن بعض الناس يأتون إلى الدكان يسألون عن والدهم وحين يعلمون أنه توفي يبكون ويغادرون المحل ولا يعودون مرة أخرى وبعد أشهر قليلة قلت أرباح المحل وتعرض الأبناء لخسائر كبيرة رغم عدم تقصيرهم في إدارة المحل وعندما ازدادت الأحوال سوءة بمرض زوجة الحاج الزهران نادت على أولادها وقالت لهم أنا سبب كل ما يحدث لنا من هم وكرب حيث لم أنفذ وصية والدكم والتي أوصانا بها كثيرا قبل وفاته اذهبوا إلى المحل الآن وستجدون في سقيفته خزنة بها دفتر خاص بوالدكم أريده الآن ذهب الأبناء وجاءوا بالدفتر وكانت المفاجأة حيث وجدوا جدولا شهريا بأسماء عائلات لا يعرف الأبناء أصحابها كان والدهم يخصص لهم سرا مبلغا شهرية هؤلاء أيتام المرحوم فلان وهذه أرملة فلان وتلك أسرة فلان وبجوار كل اسم المبلغ الشهري الذي يستحقه كان يفعل ذلك دون أن يعلم بصدقته هذه أحد إلا زوجته التي قالت لأبنائها أصحاب هذه الأسماء هم من كانوا يأتون إلى المحل ويسألون عن والدكم ولا يعودون ثانية بعد علمهم بوفاته لقد كنت للأسف أعترض على هذه المبالغ وأظنها ستسبب لنا الخسائر والفقر ولكنني الآن تأكدت أن هذه المبالغ كانت سببا في سعادتنا وزيادة رزقنا وصدق والدكم الذي كان يقول لي كلما اعترضت على إخراج هذه المبالغ والله كلما ازداد عدد الأسر التي أكفلها تزداد تجارتي وتتوسع وكان يذكرني بقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يا أبنائي أعيد إرسال هذه النفقات إلى أصحابها وسيعود لنا الخير ويزيح الله الهموم والأمراض عنها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الممثلة المسيحية مونة كانت أشهر ممثلة تقوم بدور الفتاة الثرية الشريرة في السينما وظل لقب خاطفة الرجال مرافقا لها طوال مسيرتها الفنية ومونة ليس اسمها الحقيقي ولكنها اختارت هذا الاسم ليكون اسمها الفني حيث أن اسمها الحقيقي هو إيلين داگر وهي من أشهر عائلة فنية في تاريخ السينما فوالدتها المنتجة آسيا والتي لقبت بأم السينما المصرية وقد سافرت آسيا إلى مصر مع ابنتها الوحيدة مونة وأقامت بالإسكندرية وبدأت مونة أولى تجاربها الفنية عام 1944 وقد بدأت حياتها تتغير عندما تعرفت على شاب يدعى علي منصور وكان يومها أنجح وأشهر المحامين في الخمسينيات وقد جمعتهما قصة حب أثناء تصوير أحد أفلامها واحترم الثنائي عقيدتهما وتعهد بأن يبذل كل ما في وسعهما لإسعاد الآخر وبعد خمسة أشهر من الزواج نال زوجها إعجابها الشديد بسبب جميل أخلاقه وحسن عبادته والتزامه وعندما سألته وتأكدت أن هذه الأخلاق والصدق والوفاء وحسن المعاملة هي نتيجة التزامه بكل ما يأمر به الإسلام وطاعة لربه أشهرت منا إسلامها وأصبحت بحب شديد تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتقرأ وتحفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة ثم اشتاقت لأداء مناسك الحج ودون انتظار قررت تأدية مناسك الحج رغم أنها في هذا الوقت كانت حاملة وأثناء تأديتها فريضة الحج أنجبت ابنتها الكبرى والتي أطلقت عليها فاطمة الزهراء على اسم فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتزلت مجال التمثيل ودخلت مع والدتها المنتجة آسيا داغر حربا شرسة لحرق جميع أفلامها لكن والدتها رفضت تلبية أمنيتها مبررة لها بأن أفلامها إنتاج وتاريخ سينمائي لا يمكن إطلاقا أن يمحى من التاريخ ومن أبرز الأحلام والأمنيات التي كانت تراود الفنانة مونى طوال حياتها أن تدفن في المدينة المنورة وهي تعلم أن هذه الأمنية صعبة التحقق لكنها كانت تحسن الظن بالله دائما ويشاء الله السميع العليم أن يحقق لها أمنيتها وذلك أثناء تأديتها مناسك الحج عام 2000 وعمرها 76 عاما وتدفن بالبقيع كما تمنت وفي مقابر الصحابة المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة ويصلي عليها ما لا يقل عن خمسين ألف مصل داخل المسجد النبوي وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى